السيد أبي أستاذ أبي أستاذ أبي ممكن تتوطي التلفزيون وتسمعني من التلفون يا أستاذ أبي ألو ألو إزايك يا أستاذ أبي حاضر الحمد لله سمعني كده؟ أه يالله توكلنا على الله اسأل بقى أستاذ أبي أهو الكلب حرام؟ الكلب نفسه؟ أه لا الكلب نفسه مش حرام بص أقول لك يا أبي بما انك إنت أم قالوا لي أن أنت سنك لطيف وأنا بحب جداً جداً يا حالك تسألني الكلب يكسيدي كمخلوق ما يتقلش عليه حرام يعني التربيزة دي ما تنفعش يتقل عليه حرام أنا عمر الأردان ما ينفعش يتقل عليه حرام لينفع ليتقل عليه هلال ولا ينفع يتقل عليه هلال لأن اللي بتقال عليه حرال وحرام هو أفعال المكلفين الفعل نفسه يعني يبقى اقتناء الكلب حلال ولا لا اللعب مع الكلب حلال ولا لا هو ده الكلب يبقى في البيت حلال ولا لا يا دي القصة فأنت بتسألني عن الكلب الكلب نحن الفتوى المستقرة عندنا هو فتوى السادة المالكية نحن نرى أن الكلب كله طاهر الكلب كله طاهر وإيه اللي حاصل طب ينفع يبقى عندنا كلب نحطه في الجنينة نحطه في البلكونة وخلاص طيب لا مش عارفين لازم يبقى المكان اللي احنا بنصلي فيه ما يدخلوش يبقى دهت المسائل اللي احنا قلنا عليه فإذا كنت بتتكلم عن اقتناء الكلب لأن اقتناء الكلب ليس حراما بهذا المعنى بها معنى أن انت بترعى حيوان ترعى حيوان يعني تنفق عليه بدل من يموت لكن الأساس أن اقتناء الكلب بيكون لغرضين أساسيين الزراعة الحرث والحراسة أن احنا نستخدمه أنه يحرص الأرض والحاجة التانية أن احنا نستخدمه في حراسة البيوت فإذا كنا نجيب كلب لحراسة البيت فهو جائز اقتناءه بلا شك لو نجيب كلب بقى وعن ربيه لأنه في الحقيقة حيوان يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى أن احنا نحافظ على حياته يبقى زي ما قلتلك نحطه في البلكونة أو نحطه في الجنين أرجو أني كنت جاوبت عليك بالتفصيل يا سيد أبي ترجمة نانسي قنقر